هل سيعود النظام السوري إلى الجامعة العربية أم لا؟ سؤال يبدو مفصليا في مرحلة عصيبة تمر بها سوريا والثورة التي تواجه تحديات لا تعرف مآلاتها عقب اجتماع عمان الذي جمع وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن والعراق مع وزير خارجية النظام هذا الأخير الذي تقول صحيفة فينينشال تايمز إنه لا يريد تقديم أي تنازلات ولم يبدأ أي اهتمام بالتسوية السياسية التي اقترحها وزراء الخارجية العرب بعد عزلة إقليمية استمرت 12 عاما نبذ خلالها النظام السوري دوليا أيضا بسبب جرائمه ضد المدنيين ويرى مراقبون أن هذه الاجتماعات ستختبر بالفعل استعداد النظام للامتثال للمجتمع الدبلوماسي العربي وحتى الدولي وهما ظهر من خلال البيان الختامي لاجتماع عمان الذي اتبع سياسة الخطوة بخطوة لا سيما مع توجس دول عربية لهذا التطبيع ورفضها عودة النظام للجامعة العربية سياسة سترتبط أيضا بحسب الوقائع بإنهاء ابتزاز الأسد للمنطقة عبر ملف المخدرات فضلا عن ملف إيران الذي يثير الجدل مع رفضها سحب ميليشياتها من هناك فضلا عن مضيها بسياسة التغيير الديمغرافي في المناطق التي شاركت بالسيطرة عليها حيث تكشف وزارة الطرق وبناء المدن الإيرانية عن تشكيل لجنة مشتركة مهمتها نقل ملكية أراضي السورية لإيران بدلا عن القروض والدين المترتب تحصيله من النظام السوري على المستوى الدولي لا يزال الرفض الغربي والأمريكي حاضرا لتطبيع مع نظام الأسد عبر التركيز على ضرورة محاسبته على جرائمه وتطبيق القرارات الأممية بما يخص الحل في سوريا وهو ما قد يضع محاذير للخطوة العربية للتطبيع الذي يرى السوريون أنها تنهي تداعيات المأساة لكنها تبقي على المأساة نفسها مستمرة ترجمة نانسي قنقر